بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطلبات السنوية العامة أهلا بيكم في حلقة جديدة في الهندسة الفرغية النهاردة نعمل حسة مراجعة على الوحدة الأولى على المتجهات والضرب القياسي والضرب الاتجاهي قبل ما نبدأ حلقتنا نفتكر مع بعض قوانين سريعة حصل الضرب القياسي للمتجهين ألف في بي ده كان بيساوي معيار الألف في معيار البه في جاتا سيتا حيث سيتا هي الزوال محصورة بين المتجهين حصل الضرب الاتجاهي للمتجهين ألف في بي كان بيساوي معيار الألف في معيار البه في جاتا سيتا كل ده منسوب لمتجه وحدة عمودي ممكن نسميه يه ومنحدد اتجاهه من خلال قاعدة اليد اليمنى تعالوا تشوف كده مع بعض مجموعة التمارين معنا النهاردة على بركة الله نبدأ مع بعض أول مثال أول مثال معنا إذا كان معيار المتجه ألف يساوي واحد ومعيار المتجه به يساوي خمسة معيار المتجه به يساوي خمسة المتجه ألف ضرب اتجاهي المتجه به يساوي اتنين سين ضاع الصاد زائد اتنين عين نشوف كده المتجه ألف عبارة عن معيار المتجه ألف عبارة عن واحد معيار المتجه به خمسة ألف ضرب اتجاهي به اتنين سين مع الصاد زائد اتنين عين وبيقول سيتا بتنتمي للفترة من صفر لباي على اتنين من صفر لباي على اتنين معنا كده إن هي زاوية حد فإن ألف ضرب قياسي به يساوي نقط تعالوا نشوف هنفكر إزاي مع بعض في السؤال هو أعطيني معيار المتجه ألف ومعيار المتجه به وحاصل الضرب الاتجاهي وطلب مني ألف ضرب قياسي به ألف ضرب قياسي به بتساوي معيار الألف موجود عندي معيار البيه موجود فاضل جاة سيتا طب احنا نقدر نحصل من حاصل الضرب الاتجاهي على جاة سيتا اه اتفقنا قبل كده وقلنا إن معيار حاصل الضرب الاتجاهي ده كان بيساقوا معيار الألف في معيار البيه في جاة سيتا هو أعطيني في سؤالنا حاصل الضرب الاتجاهي بناءنا على كده قادر أحصل على جاة سيتا تعالوا نشوف كده مع بعض الحل معيار ألف ضرب اتجاهي به هيساوي جازر أربعة زائد واحد زائد أربعة أصبح يساوي تلاتة طيب معيار حاصل الضرب الاتجاهي ده عبر عن إيه معيار المتجه ألف في معيار المتجه به في جاة سيتا عظيم جدا معيار المتجه ألف معطف رأس السؤال بيساوي واحد ومعيار المتجه به يساوي خمسة يبقى واحد في خمسة في جاة سيتا بيساوي تلاتة نقدر نحصل على جاة سيتا لوحدها في طرف أصبحت تلاتة على خمسة طيب الزاوية سيتا بتنتمي للربع الكام بتنتمي للربع الأول هنرسم المسلس في الربع الأول دي الزاوية سيتا المقابل تلاتة والوطر خمسة من في صغرص نقدر نحصل على المجاور يساوي أربعة أنا دلوقتي عندي جاة سيتا قدر ترسم من خلالها المسلس للزاوية سيتا في الربع الأول نقدر نحصل دلوقتي على حاصل الضرب القياسي تعالوا نكتب ونشوف ألف ضرب قياسي به بيساوي معيار الألف في معيار البي في جاة الزاوية المحصورة بينهما معيار الألف موجود عندي في المعطيات بواحد ومعيار البي بخمسة في جاة سيتا اللي أقدر أحصل عليها من المسلس مجاور على وطر يبقى أربعة على خمسة حاصل الضرب النهائي هيساوي أربعة فكرة جميلة جدا وفكرة سهلة أعطيني معيار الألف ومعيار البي وحاصل الضرب الاتجاهي كل اللي عملته من معيار حاصل الضرب الاتجاهي حاصلنا على جاة سيتا سيتا بتنتمي للربع الأول رسمناها في الربع الأول قدرنا نحصل من المسلس على جاة سيتا بعد كده حاصل الضرب القياسي بيساوي معيار الألف موجود عندي بواحد معيار البه بخمسة جتا سي طب أربعة على خمسة طلع ناتج حاصل الضرب القياسي يساوي أربعة تعالوا نشوف تاني مثال معانا النهاردة سؤالنا التاني إذا كان معيار تربيع ألف ضرب اتجاهبة زائد مقياس تربيع ألف ضرب قياسي به بيساوي سبعتاشر ألف ربعمية أربعة وعشرين معيار الألف بيساوي اتناشر يبقى معيار البه يساوي نقط اختيراتنا مية واحد وعشرين حداشر عشرة اتناشر نشوف مع بعض فكرة السؤال إيه المعطيات بالضبط؟ هو عطيني مربع معيار حاصل الضرب الاتجاهي ومربع مقياس حاصل الضرب القياسي عطيني الناتج والداني معيار أحد المتجهين وطلب معيار الآخر طيب نفتكر مع بعض معيار حاصل الضرب الاتجاهي كان بيساوي ايه؟ كان بيساوي معيار المتجه الأول في معيار المتجه الثاني في جهة زاوية المحصورة بينهما طب لو ربعناه هنربع معيار المتجه الأول ثم ربع معيار المتجه الثاني في مربع جا سيتا نفس القصة حاصل الضرب القياسي تعالوا نمشي في المسألة ونشوف احنا هنوصل لإيه مع أول خطوة معيار ألف ضرب اتجاه با ده بيساوي معيار الألف في معيار البا في جا سيتا لكن احنا عندنا هنا تربيع يبقى معيار تربيع في معيار تربيع في جا تربيع ربع حاصل ضرب الثلاث عناصر زائد ألف ضرب قياسي به تساوي معيار ألف أيضا في معيار با في جا سيتا عندي تربيع يبقى هنوزع التربيع على الثلاث عناصر النتج بيساوي 17424 بوس كده معي لاحظ معيار ألف تربيع في معيار به تربيع ما تقرر عندي نقدر أن ناخدها مشترك تمام يتفضل إيه جوه يتفضل جا تربيع زائد جا تربيع تفتكر معي بقى من أول سنوي جا تربيع زائد جا تربيع تساوي كام برافو بتساوي فعلا واحد طيب يبقى احنا معنا كلامك يا مستر اللي احنا هناخد معيار ألف تربيع في معيار به تربيع مشترك تمام يتفضل جوه جا تربيع سيتا زائد جا تربيع سيتا بيساوي 17424 مداخل القوس يساوي واحد يبقى معنا كده أن معيار ألف تربيع في معيار به تربيع تساوي 17424 نلقي نظرة على المعطى في البداية معيار ألف تربيع معيار ألف 12 يبقى معيار ألف تربيع بمية أربعة واربعين يبقى مية أربعة واربعين معيار به تربيع بيساوي 17424 لو أسمنا الطرفين على مية أربعة واربعين الناتج هيكون بيساوي مية واحد وعشرين يبقى لو أسمنا الطرفين على مية أربعة واربعين الناتج هيصبح في النهاية مية واحد وعشرين لو خدت الجزر التربيعي يبقى معيار المتجه به أصبح يساوي 11 فكرة سهلة وفكرة معتمدة على فهمك لمعيار حصل الضرب الاتجاهي بيساوي إيه ومقياس حصل الضرب القياسي يساوي إيه ننتقل مع بعض للسؤال التالي سؤال رقم 3 معنا تالت سؤال يقول إذا كان المتجه ألف والمتجه به متجهي وحدة خط خط تحتها كده بسرعة متجهي وحدة أكيد فاكر متجهي الوحدة ده متجه معياره بيساوي واحد صحيح فإن معيار تربيع المتجه ألف مع اسبه بينتمي للفترة نقط أعطيني اختياراتنا أول اختيار من صفر مغلق لواحد مغلق الاختيار الثاني من واحد مغلق لاربعة مغلق الاختيار الثالث من صفر مغلق لاربعة مغلق الاختيار الرابع الفترة المغلقة من اتنين لاربعة قبل بنبدأ حل السؤال نفتكر مع بعض نقطة مهمة جدا لما قلنا قبل كده ألف ضرب قياسي ألف اتفقنا في الشرحة قبل كده قلنا دي بتساوي معيار تربيع المتجه ألف طيب هو عاطيني في سؤالنا معيار تربيع المتجه ألف ناقص به معنى كلامك يا مستر ان معيار تربيع ألف ناقص به معنى ان المتجه ألف ناقص به مضروب ضرب قياسي في نفسه طيب هو عاوز الفترة اللي بينتملها المعيار تربيع ده المعطيات ان ألف وبه متجهي وحدة يبقى معيارهم بيساوي واحد تعالوا نبقى مع بعض بالملحوظة اللي أنا قلتها ونشوف هنوصل للحل أول خطوة عندنا معيار تربيع دي معناها ألف ناقص به ضرب قياسي ألف ناقص به عظيم جدا هنضرب المتجهين عادي هنضرب المتجه ألف في المتجه ألف ضرب قياسي هيبقى معيار تربيع المتجه ألف الأخير في الأخير سالب B في سالب B أيضاً هيبقى معيار تربيع المتجه B الطرفين بسالب ألف B الوسطين سالب B في ألف الضرب القياسي إبدالي يبقى سالب 2 ألف ضرب قياسي B طيب كويس جداً معيار المتجه ألف بواحد مربع بواحد نقس 2 زي ما قلنا معيار المتجه ألف بيساوي واحد نقس 2 في ألف ضرب قياسي B معيار الألف بواحد في معيار البه بواحد في جتة الزاوية المحصورة بينهما اللي هي جتة سيتا معيار به أيضاً بواحد مربعه هيساوي واحد لو جمعنا واحد واحد اتنين نقس 2 جتة سيتا وصلنا أن حاصل الضرب القياسي لألف نقس به في نفسه بيساوي 2 نقس 2 جتة سيتا في معلومة مهمة درسناها في أول سنة يا ترى جتة سيتا بتنتمي للفترة من اللي فين؟ جتة سيتا بتنتمي للفترة من سلب واحد لواحد طب أنا أقدر من خلال الناتج اللي ظهر معايا اتنين نقس 2 جتة سيتا أقدر أحدد الفترة الممكنة لمعيار تربيع ألف نقس به برافو يبقى احنا بداية هنستغل أن جتة سيتا بتنتمي للفترة من سلب واحد لواحد تعالوا نشوف كده مبدعيا جتة سيتا أكبر من أو بيساوي سلب واحد وأقل من أو بيساوي واحد لو ضربت في سلب اتنين أصبحت دية اتنين هنغير علامة التباين وهنا سلب اتنين جتة سيتا وهنا هنغير علامة التباين وهنا برضو سلب اتنين في واحد بسلب اتنين أنا محتاج أن أنا ضرب في سلب اتنين ضربت طب محتاجين كمان نضيف اتنين لما نضيف اتنين للأطراف هنا أربعة وفي النص اتنين ناقس اتنين جتة سيتا وفي الطرف الأخير أصبح الناتج صفر يبقى معنا كده إن اتنين ناقس اتنين جتة سيتا دي بتنتمي للفترة من صفر مغلق لأربعة مغلق طب يا ترى اتنين ناقس اتنين جتة سيتا مش هي المعطى اللي هو محتاجه مش هو المطلوب اللي محتاجه من البداية اللي هو المعيار تربيع معنا كده إن المعيار تربيع هينتمي للفترة المغلقة من صفر إلى أربعة مثال فكرته بسيطة ومباشرة اعتمدت على فكرة سابقة في الصف الأول السنوي ننتقل لسؤال الآخر سؤال الرابع معنا إذا كان معيار المتجه ألف يساوي ستة ومعيار المتجه به يساوي أربعة مركبة المتجه ألف مركبة المتجه ألف في اتجاه المتجه به تساوي ثلاثة فإن مركبة المتجه به في اتجاه المتجه ألف تساوي نقط اختاراتنا سالب اتنين واثنين وسالب تمانية وتمانية سؤالنا عطيني معيار المتجه ألف ومعيار المتجه به وعطيني كمان مركبة المتجه ألف في اتجاه المتجه به طلب بقى هو العكس مركبة به في اتجاه الألف طيب نفكر بالراحة كده ونفتكر مع بعض القانون مركبة به في اتجاه الألف بتساوي حصل الضرب القياسي لهم على معيار الألف طب يا طرف رأس السؤال عندنا هل عندي حاصل الضرب القياسي؟ لا أنا عندي معيار الألف وعندي معيار البي وعندي مركبة ألف في اتجاه البي طب يا مصر ما احنا نستغل مركبة ألف في اتجاه البي للحصول على الضرب القياسي برافو هي دي فكرة الحل تعالوا نشوف كده مع بعض هنتصرف ازاي مركبة ألف في اتجاه البي دي بتساوي ألف ضرب قياسي ب على معيار البي مركبة ألف ضرب قياسي B على معيار ال B المركبة معطى بتساوي 3 ألف ضرب قياس B احنا محتاجينه على معيار ال B اللي هو 4 وبالتالي ألف ضرب قياس B أصبح يساوي 12 كويس جدا مركبة B في اتجاه الألف تساوي إيه؟ تساوي حاصل الضرب القياسي على معيار الألف احنا حصلنا على حاصل الضرب القياسي ب12 على معيار الألف اللي هو 6 أصبح الناتج يساوي 2 فكرة بسيطة جدا وفكرة سهلة تعالوا تشوف مع بعض السؤال التالي السؤال الخامس معنا إذا كان المتجه ألف ضرب قياسي المتجه B بيساوي معيار حاصل الضرب الاتجاهي لألف B فإن سيتا تساوي نقط اختياراتنا 30 45 60 135 حاصل الضرب القياسي بيساوي معيار حاصل الضرب الاتجاهي تعود مباشر تعالوا نكتب حاصل الضرب القياسي بيساوي إيه؟ ومعيار حاصل الضرب الاتجاهي بيساوي إيه؟ حاصل الضرب القياسي عبارة عن معيار الألف في معيار البه في جاة سيتا حاصل الضرب الاتجاهي معيار الألف في معيار البه في جاة سيتا وهناخد المعيار فمش هنكتب ليه؟ لو بصينا هنا معيار الألف ومعيار الألف هيضيعوا ومعيار البه ومعيار البه هيضيعوا هيبقى في الطرف الايمن جاة سيتا وفي الطرف الايصر جاة سيتا لو اسمنا الطرفين على جاة يبقى جاة سيتا على جاة سيتا اصبحت تساوي واحد سمعت طالب دلوقتي قال جاة على جاة برافو بتساوي زا فعلا جاة على جاة تساوي زا زا سيتا اصبحت تساوي واحد شفت تان واحد اصبحت الزاوية تساوي خمسة واربعين دا كان آخر سؤال معانا النهاردة في حلقتنا أنتظركم في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته